الحالة المائية بلادنا الحالة المائية بلادنا يجب أن نتفق بأنها صعبة وهذا مرتبط بواحد تأخر على مستوى الأمطار لهذه السنوات كانت دائما أقل من المعدلات لكن أيضا هناك تأخر على مستوى إنجاز مجموعة من المنشآت المائية يجب أن نعترف بذلك هناك تأخر على مستوى مجموعة من المنشآت الكبرى التي كانت تحل المشكلة نعطي مثال محطة تحلية الدر البيضة التي كانت الحديث عنها في 2016 وكانت موجودة اليوم كرة اليوم كانت نقتصده 1 300 مليون متر مكعب وكانت المياه أم الربيع نسقي بها واحد المجموعة الأحواض السقوية والتي تساهم في الإنتاج الفلاحي في بلادنا هذا لحد الآن الدر البيضة المحطة لا توجدت حكومة الحالية تسارع الزمن باش إن شاء الله أنه يتم إنجازها في واحد الأجال اللي يكون معقول ولكن في انتظار كان طبيعي جدا أنه يبدأ المشروع ديال طريق السيارة الماء من المنطقة ديالسبو في اشتريه الأول إلى المنطقة أو ليلة الحوض ديال أبي القرق كلفة ديالستاد المليار تكلمت عليه الأسبوع ما قبل الماضي على ما أعتقد الأشغال غادية فيه مزيان قدرون نكمله إن شاء الله بإذن الله تعالى قبل الصف يعني في جوية ولا في بداية أود الوقت المتعاقد عليه هو أكتوبر لكن هذا المشروع الآن كيمشي بنسبة إنجاز جيدة كان واحد المشكي البسيط مرتبط بهذاك القنوات الفولادية اللي كنا كانت استوردوها من دولة معينة وهذا الدولة لأن ما كانت نجيهم بلدنا هذا اللي عندهم ذلك الديامتر الكبير هذه الدولة كانت فيها واحد الصعوبات مرتبطة بواحد الكاريتة طبيعية وقعت فيها عملنا واحد المرسوم اللي صدقنا عليه في الأسبوع ما قبل الماضي على ما أعتقد اللي من خلاله زونا ذاك الرسوم الجمركية على استيراد هاد الأنابيب الفولادية من دولة الهند والهدف هو نخدمه هذا المشروع هذا باش يتنجز في وقتين معقول وباش نقدروا نحوله المياه في الشطرها الأول من الحوض ديال السبو إلى الحوض ديال أبير قرق بالمناسبة هذا الحوض ديال أبير قرق والسد ديال محمد عبد الله هو اللي كعطي لشمال الدار البيضاء دونك في واحد الجزء كبير نقدره نعالجوا المشكلة على مستوى الدار البيضاء وعلى مستوى الريباط مجموعة من المشاريع كانت تحلية في مجموعة من المناطق سواء في الجنوب ولا في المنطقة ديال الجديدة وديال أسفي بالإضافة إلى أنه الاجتماع اللي ترأسه صاحب الجلال وحفظه الله أعطته جهات للحكومة لكي أولا تسريع وطيرة إنجاز سدود الكبرى لقيد الإنجاز برمجات سدين كبيرين إضافيين وستة سدود متوسطة غادي رفع القيمة الإجمالية بواحد ستاة المليار متر مكعب تفعيل الشطر الاستعجالي ديال هذا ديال اللي تكلمت عليه الآن ديال الحوض ديال السبو مع الحوض ديال أبيرقراق لنقل هذا الفائد إلى هذا المنطقة هذه في شطره الأول يسير كيف ما قلت بشكل جيد تعزيز المياه غير الاعتية ديال هذا مشروع كبير باش نوصله المياه نوصله المياه مليون متر مكعب سنة الفين وسبعة وعشرين هذا كنتكلم على المياه العادمة المياه الاعتية ديال ديال التحلية أيضا تسريع ديال الإنجاز ديال هاد ديال هاد المشاريع وأيضا تعزيز دعم التزويد أيضا بالعالم القاروي لصاحب الجلال أيضا أعطى فيه توجهات واضحة للحكومة أيضا الاقتصاد فري تسريع هذا البرنامج هذا لتوسع المناطق المسقية الكلفة الإجمالية هي الآن دبا 143 مليار درهم 21 مليار درهم إضافية الحكومة متعبئة على أقصى مستوى من 9 بيئة الهدف طبعا هو أنه نوفر هذه المادة بشكل معقول سريع وعاجل لجميع المواطنين المغربين ما وجدوا هذا دون أن ننسى الالتزامات اللي خصنا نوفيها على مستوى إنتاج المياه بشكل كافي للأحواضي السقوية اللي كانت تحكمه في التضخم ليس منطحوش في مشاكل للتقليص المساحة المزروعة ويعاوض نطحوه في مشاكل المرتبطة بالإنتاج الفلاحي دونك هذا الملف شو موليتو الماء بشكل عام فيه الماء المخصص للماء الصالحة للشرب فيه السقي وكان إجراءات اللي واحدة أخرى مرتبطة بدعمي القطاعي الفلاحي ماذا سيقدم للساكينة سيقدم أن هذا الماء يتوفر في هذه المناطق لأن هناك فائد حقيقي على مستوى السابق فرصة بالفعل تم تسجيل على مستوى فرصة تم تسجيل واحدة تأخر إحنا منك تكون شي حاجة ما هيش كنا أتعرفه بكل مسؤولية تم تسجيل واحدة تأخر على مستوى يعني ضخ هذه الاعتمادات المالية ولكن القطاع المعني والحكومة متعبئة على أساس أنه في الأيام إن شاء الله القليلة المقبلة سوف يتم ضخ هذه الاعتمادات المالية لمؤسسات دي القروض الصغراء اللي طبعاً تحولها للمستفيدين من هذا المشروع شكراً